بتعاني من فرط النشاط في الغدة الدراكية بتحاول تدور على نوع من الأعشاب أو العلاج إنه يقلل من نشاطها تعال في الفيديو ده أعرفكه على أهم خمس أنواع من الأغذية هتقلل من نشاط الغدة بس ما تنسوش تدعموني بلايك وساوي سكرايب للقناة أول نوع من الأغذية دي هي عجبة بالسام الليمون أو بيسموها بالمليسيا ودي بتستخدم بشكل فعال إنها تقلل من نشاط الغدة والسبب راجع في كده إنها بتقلل وصول الأجسام المضادة الناتجة من الجهاز المناعة للغدة الدراكية وبالتالي بتقلل من إفرازها أما تاني نوع من الأغذية وهو التوت البري والسبب إنه راجع لعلاج نشاط الغدة الدراكية إنه بيحتوي على مجموعة من مضادات الأجسادة واللي بيبقى لها دور كبير جداً فإنها بتعمل كمضادة للالتهابات بالتالي بتنشط الجهاز المناعة علشان يحسن من أداء وظيفة الغدة الدراكية أما تالت نوع من الأغذية هو العسل الأبيض وده بدوره إنه هو بيقلل الالتهابات في الجسم وبالتالي بيحافظ على النسب الطبعية لإنتاج الهرمونات في الجسم وينيجي بقى الرابع منتج وهو الشوفان إنه بيعمل على تنشيط الجسم والجهاز العصبي من زيادة فرض نشاط الغدة الدراكية وبالتالي إنه بيحتوي على السيلينيوم اللي بيعمل على تنظيم مستويات الهرمونات الغدة الدراكية في الجسم أما خامس نوع من الأغذية والأخيرة وهو الكركم وزي ما إحنا عارفين إنه هو غني بمادة الكركمين ودي بحد ذاتها إنه بتقلل من التهابات الغدة الدراكية وبتحد من الإجهاد التأكسو دي اللي بينتج عنه فرض في نشاط الغدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وفيد غيرك